في ذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصل إلى أرض بها زرح وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ينضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أتوق للنوم بعد رحلة الطويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليأكن هيا إلى النوم لنصيك كما مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد دوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاك والمشك في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخرافة حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخرافة محصول جاره؟ في الحقيقة كنت نائما استبد بي التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه تسرق حرث الآخرين؟ صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب؟ للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش؟ لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سأتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثك ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أوضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأرضها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخضنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرقة معك حق من كانوا لصوصا أصبحوا نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمدا لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي؟ كيف نقبل أن نخدع الناس؟ يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخل البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه مارا في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين آتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكوني ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أم صدقيني لا حيلة في الرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالهناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ألا تعلم يا أسلم لماذا طلب أبي الإجتماع بنا؟ في الأغلب هذا شأن عائلي أبي يعتبرك واحدا من أولاده يا أسلم صدقني يا عبد الله لا أدري السبب اسمح لي سأقضي بعض الأمور العاجلة تفضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبد الرحمن؟ لا أدري أهو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خير يا أبي هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين قال عمر بن الخطاب لأولاده هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأؤثر إخوتي على نفسي وأنا أيضا لي زوجة أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني قال عمر بن الخطاب بورك لك يا بني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنزا من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكونك جده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلة؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلة لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبيا أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلة وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته